في اللغنية في واحدة من الأبياض تقول مضت أيام حسرة وندامة وحقيقة الواحد بتحسر على بلد فيه قدرات وإمكانيات كبيرة وعظيمة للاستثمار ولسه باركة وقاعدة في الأرض الواحد حقيقة بندهش وبيستغرب عشان ما نتكلم في موضوع الاستثمار وقدرات السودان اللي فيه نحن سعادة جدا نكون معنا داخل الستوديو دكتورة رشا سلمان المدير العلمي الإقليمي لمنظمة سري أم بالخليج والشرق الأوسط دكتورة صباح الخير وإهلا ومرحبك صباح النور وشكرا على الاستضافة ومبدئيا أحبب أترحم على أرواح الشهداء وأبارك للشعب السوداني المجيد بثورة ديسمبر وإن شاء الله زي ما قلت معلش سودان قديم لكن إن شاء الله سودان حنبنيه وحيكون أحسن وأحسن إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نحن حنبدأ من حنبنيه وانت في موقع مهم وحساس وعند القدرات والإمكانيات إنه يبنيه كلمين شوي عن حنبنيه طيب يعني إحنا أنا بفتكر كلنا لازم نتكاتف عشان نبني السودان نعم لسوء الحظ في الثلاثين سنة الفاتت أغلب القدرات والكفاءات السودانية غادرت السودان لسبب أو لآخر سياسات أو غيره ما عايزين نتكلم في الماضي عايزين نبدأ نبني زي ما بقوله فأنا بفتكر يعني أهم حاجة في الوقت الحالي إنه الكفاءات البر السودان وجوه السودان كمان تبدأ تدي السودان من وقتها ومن جهدها ومن خبرتها ومن طريقة تفكيرها ومن رؤيتها يعني أنا بالنسبة لي أعتقد إن كان دي الحاجة الوحيدة الممكن تطلعنا من الحفرة أن نحن فيها الحكومة أكيد حكومة جديدة الحكومة رشيدة ونحن كلنا متفائلين جدا إنهم هم ممكن يعملوا المستحيل عشان يوصلوا السودان لأحسن ما يكون لكن زي ما بقوله يد وحدة ما بصفك لازم لازم كلنا ندعمهم بالبنقدر عليه نعم طيب نحن ندعمهم بالبنقدر عليه أنا ذاك تكلمني عن فرص الاستثمار في السودان هل السودان الموقع الفيوة الآن استثماريا بيشبهه؟ شوف السودان أعتقد من أكتر البلاد غنى في الموارد الطبيعية يعني السودان يعني أنا أفتكر إذا قدرنا نحن نغير البرسبشن أو التفكير عن السودان بر السودان دي أهم شيء يعني نحن الليلة عارفين نحن لنا 30 سنة تحت العقوبات وأفتكر دي خطتنا في حطة ضيقة جدا وما قادرين نصل لأي حاجة لكن دي ما مشكلة حسن لأنه نحن بدأت العقوبات تتشال من طريقنا فأنا أفتكر يعني عشان نطلع السودان لازم نغير وجهه لبر السودان بر السودان نحن بنسميه سودان فيسليفت نعم أو The Story of Sudan Retold يعني عايزين نغير الصورة والفكرة والقصة عن السودان شايفيننا الناس شايفيننا الناس البر عن السودان نعم ودي نحن نعمل شنو عشان نغيرها والله طبعا يعني أول حاجة استعمال الخبرات والكفاءات البر السودان نحن عارفين يعني نخلينا رياليستيك وواقعيين ما كل الكفاءات دي حترجع في الخمسة سنين الجارية صح سلينا أو ما كلها حتقدر ترجع لظروف عائلية ظروف مالية أو غيره لكن نحن بنقول أنه كل واحد فينا ممكن إدي السودان ساعات من يومه ممكن تنفعه لقدام كثير نعم يعني حسى واحدة من أهم الفرص الاستثمارية الجايانة نحن كمواطنين في دولة الإمارات نعم كلنا سامعين عن الأكسبو 2020 نعم أكسبو 2020 سيبدأ في أكتوبر إن شاء الله هو معرض لمدة ستة شهور بس المشكلة الناس ما فهم الوقت هو ذاته شنو هو ذاته شنو نعم دي مشكلة كبيرة طيب عشان نفهم الناس الأكسبو هو شنو الأكسبو هو معرض لحكومات يعني ما ليشخصيات ولا ليأفراد ما ليشخصيات ولا ليأفراد معرض حكومات بمعنى شنو إنه معرض للاستثمار كله خمسة سنين ففي الخمسة سنين كل الشركات كله رؤوس الأموال العالمية بتنتظر المعرض من خمسة سنين لخمسة سنين عشان تعرف الفرصة الجديدة الممكن تستثمر فيها في البلاد الثانية نعم فدي أنا بفتكر فرصة الأكسبو الحجم الاستثمارات المتوقع مية وتزعين مليار دولار مية وتزعين مليار مية وتزعين مليار حجم كبير جدا حجم كبير جدا في 1-198 دولة مشاركة وأهم شي إنه كل دولة من الدول دي بتحاول تصير أحسن ما فيها أحسن ما فيها من ناحية استثمار أحسن ما فيها من ناحية بيئة الاستثمار وأحسن ما فيه كدولة مستقرة وناجحة نعم ده كلام سليم فنحن همنا الأكبر ودي واحدة من أسباب زيارتي للسودان يعني نحن كشباب بر السودان بنحاول أن نساعد السودان بأي طريق ده كلام جميل عندنا إنيشاتيف كثيرة نحن يعني أنا إذا سمعين عنا في إنيشاتيف اسمه سودان نيكس جين أو سودانيز نيكس جنريشن أنا جوزه منا وعندنا إنيشاتيف لوكل في الإمارات اللي هي جروب بتاع مهنيين أو بروفشنالز ما عندنا أي تفكير أو أي هدف غير أن نساعد السودان والقصة دي كلها تطوعية نحن بندي وقتنا عشان أن نحاول زي ما بقوله ندفع عجلة التطور والاستثمار في السودان طيب ده بخلي نازل سؤال ما أنتو أنت ما بديت الليلة ما بديت السنة صح ليه الفترة الفاتتة 30 سنة الفاتت الناس ما جايبوا خبر لإكسبو أو بتشارك مشاركات بلا لوب ونبغ وسبح ولا كلامي ده غلط لا كلامك صح 2015 أنا كنت زورت الإكسبو كان في ميلان في إيطاليا ومشاركة السودان كانت ضعيفة جدا وحاجة يعني ما حاجة بي أنك تكون مبسوطة أو تعرضة أو مبسوط بيها أو براود أو ده أن نحن عايزين نغيره يعني مع تغيير الحكومة والرؤية بتحت الحكومة أنه نحن لازم نطلع بالسودان من المستنقع اللي هو فيه لازم تشوط أو نخطه في إطار نوري للناس نوري للناس بطريقة ظريفة طريقة حلوة طريقة مشجعة للاستثمار للسياحة نجذب نجذب رؤوس الأموال الخارجية زي ما البلاد اللي حوالينا نحن شايفين الاستثمارات فيها بدت تفورش وإمكانياتها أقل مننا وإمكانياتها أقل مننا كثير نعم بتفتكري أنه جلوس البعض في مواقع ما مواقعون أثروا قعدنا طبعا بالذات في النظام القديم يعني نحن كلنا عارفين أنه ما كانت فيه كفاءات بتقود البلد يعني المناصب ما كانت فيها كفاءات لكن الحمد لله حسه يعني نحن كجروب جينا من الإمارات واجتمعنا برئاسة الجمهورية واجتمعنا برئاسة الوزراء وليقينا الدعم من كل الجهات الحكومية من مفوضية الأكسبو نفسها يعني زمان نحن كنا بالنسبة لينا ما حاسين أن السودان بلدنا يعني عندي مشكلة خطيرة يعني بدأنا نحس بعد الثورة بدأنا نحس أنه نحن عندنا مسؤولية لازم نقدم اتجاه السودان أنت قلت لك كلمة يعني أنت لو لاحظت على ما السودان الناس ما كانت تشيروه صح يعني كأنه البلد ما بلدك يعني أنت العالم ده لما يأخذت لك زي الله يأخذت لك نار في جسمك صح يعني الكلمة التي قلت لها دي أنا كم شخص يمكن أن أتكلم معاي قال ليه شوف الإعلام دي زمان كانت وين؟ صح يعني الإحساس ده حيدي شنو؟ الإحساس ده أعتقد حيدي دافع أو موتيفاشن لكل الشباب أنه يساعده نعم حيدي موتيفاشن لكل الشباب أنه يتطور جزء من زيارتي للسودان كان ضمن مؤتمر Second Advanced Dental Conference أنا by training طبيبة أسنان أخصائية في التركيب والتجميل فكانت واحدة من الإنيشيتيف أنه نحن لازم نرفع مستوى الطبيب طبيبة الأسنان السوداني طبيبة الأسنان السوداني فدعم اليومين كانت يعني بالنسبة لي كانت حاجة very overwhelming ليل أنه العدد كان كبير يعني الحضور كان أكتر من 850 دكتور أسنان عدد ضخم عدد ضخم على يومين يعني وأدينا فكرة عن الـ Advancements في طب الأسنان وكده فإنت بتحس أنه الدافع بتاع الشباب الجايين يحضروا المحاضرة دي عايزين يتطوروا عايزين يتطوروا وعايزين يقعدوا في السودان ما زي زمان ما عايزين يطلعوا زمان أنا لما أنا كنت بيجي كان الكل بيسألني أنه نحن نطلع كيف من السودان نحن كيف نطلع نحاول نمره زي ما يقول صح لكن دلوقتي أنا شايفة تغيير كامل في البرسبشن شايفة تغيير كامل في نظرة الشباب إنه عايزين يقعدوا ويواصلوا ويقبروا في السودان ويكبروا معاهم السودان المعنويات دي والإحساس اللي تغير له هيأثر في الإنتاج أكيد أكيد أنت الليلة لو عندك موظف وحسيته موتيفيتد وإنت نفسك الديتو إمباورمنت أو الديتو قوة الانتاجية بالأكيد حد زي كلام سليم بالذات الشباب وأنا ثاني بقوله يعني في كل الاجتماعات اللي كنا بنعملها دايما كنت بقول لهم أدفعوا الشباب الشباب هم الممكن هم قوموا الثورة هم ممكن ابنوا البلد زيادة وزيادة نعم فعشان كده حتى في موضوع الإكسبو ده محاولين إنه أكبر كمية من الشباب السوداني يشارك هم اللي يشاركوا وعايزين المعرض يعني نشكر كمان انتهز الفرصة بشكر حكومة الإمارات يعني أدتنا موقع في الإكسبو استراتيجي جدا جنب كوريا الجنوبية جنب الصين جنب الإمارات اللي هي منطقة عليها زي ما بقول لك علىها العين عالي وعليها العين يعني بالنسبة لنا دي ممكن ننتهز فرصة ونجذب للسودان استثمارات ممكن يعني تعمل طفرة تعمل طفرة ده كلام فحس يعني إحنا أنا برضو بنتهز الفرصة وبناشد الكل إنه إحنا الليلة دي عندنا فرصة لكن باقي لنا بس عشرة شهور باقي البلاد كلها جهزت اتجهزت نحن في طور التجهيز لكن الحمد لله حنلحق اللي تلحق أهم حاجة إنه كلنا لازم نشتغل يد وحدة نحن جروب برضو جاين من الإمارات اللي هو السابورت جروب ده محاولين نشتغل على جميع الاتجاهات مع الاستثمار مع التجارة مع الصناعة أهم شيء بالنسبة لنا السياحة السياحة لأنه يعني بالنسبة السودان إذا فكرنا فيه يمكن من الدول البسيطة الممكن تعمل فيها ثلاثة وأربع أنواع السياحة في نفس الوقت يعني لو شفنا جيران ناكينيا أو كده يا هالسفاري لكن السودان ممكن تعمل سفاري وممكن تعمل غوص وممكن تطلع الجبل وتمشي آثار ففيها بوتنشل عالي جدا فده نحن العايزين تشويت وإن شاء الله المرة دي البافيليون أو الجناح بتاع السودان حيكون كله ديجيتالايزد نحن شغالين مع شباب وشباب كلهم سودانية هم اللي بيساعدوا فينا وهم اللي بيجيولين الأفكار حيكون كله ديجيتالايز وحيكون كله إن شاء الله من الدول اليشار إليها بالبناء ده كلام جميل وكلام عظيم ويعني أنت الآن طرقتي أشياء أصلا الناس ما كان بدعين لها وكانت الناس يعني أنا يعني ممكن مشاهدت برسودان في واحدة من الجزر الناس مندهشة كان في أجانب مندهشين إنه الأشياء زي دي لي ما بارزل الناس يعني دي مشكلة التعتيم ذاته كان مشكلة يعني وجود الشخص المناسب في المكان المناسب مشكلة الشخص اللي بعرض لك ذاته حتى في شكله مشكلة فدي مشكل الناس بتشوفها صغيرة وبسيطة لكن عندها نعكاسات صح ودي نحن حس شغالين عليها يعني زي ما بقولوا لأصغر تفصيل يعني عايزين تشو حتى السياحة في السودان ممكن تكون من ما الشخصية تركب الطيارة من بلدها لحد ما توصل السودان لحد أصغر تفصيل الهوتيلات ودي بنسبة لنا جازبة للاستثمارات في مجال السياحة يعني الليلة التشينز الكبيرة بتحت الهوتيلات بتفتش على فرص جديدة في الاستثمار أو في السياحة نفسها نحن الليلة لو قدرنا من إكسبو دا إكسبو دا حيكون فيه 198 دولة وفيه أكتر من 150 ل200 شركة قابضة يعني الشركات الملت ناشونال كامبانيز اللي هم أكبر شركات نعم فدي بالنسبة لنا فرصة ذهبية نعم وجايمتين في وقت الحكومة الانتقالية حنبنيه حنبنيه أنا بحقيق دكتورة رشا سلمان المدير العلمي الإقليمي لمنظمة سري أم لشركة سري أم بالخليج والشغل أوسط ونتمنى التوفيق للسودان عشان ما السنة الجاية نمشي لقدام إن شاء الله شكرا جزيلا لكم ويعني فرصة سعيدة إنه أنا تقابلت بكم وظهرت في البرنامج وحنبنيه وحنبنيه ونعشنا كذلك البرنامج والشروف مفتوحة لكم في الفترة القادمة لأي عمل إعلامي عايزين توصلوه من خلالكم إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم الله يسلم وبحيي كل المشاهدين اللي تابعونا وحنمشي فاصل ثم نعود بعد ذلك لنتواصل اشتركوا في القناة